السلام عليكم مازي فلون هذا الاثاة الموضوع اللي كنت ابديت فيه المقطع الثاني الفيدىو جس كنسانون الاخرة الو الو البغتي دي ekspresjion كي وينوصلت على قوة هادو يلو والبغتي دي ekspresjion ينسى الالبغتي دي ekspresjion هل تكون تابعه لهم اللي تمشي مصالحهم كما كالكول نيوز بابر واذو كلا رغم ماشينا معهم ولا الاذاعات المرشية طعا النهار شروق لا رغم يمشوا فيها بالطريقة الضحم لكن اي انسان يحاول يقول الحقيقة راه يتعاقب يتعاقب يدخل السجن وممكن حتى يكتلو كما كتلو بزاف الناس في السجون لا يعلم إذا ما نحن يكون على الطريقة لن يكون هناك مؤسس من هذا لذلك نظر ليها أكبر من حتى يِرَلِث بابره بره بره فهل يفعل يشعلون مغزي عن ديموكراسي سوف يبنى سيمينوف لا 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 الرصاص يبني ديمقراطية يهدم ديمقراطية يبنيها الشعب لكن الميليتار يضربها بالرصاص يقعها تقبها يطيحها انك تدخل الناس الناس أوفياء للبلاد للجزائر اللي عمرهم مناخان البلاد اللي المفروض لازم تحاكمهم ولو كان كنت إنسان آمين وراجل يفهم ولا يفقه في القانون حتى يخلي الناس تخدم خدمتها طلايبة ستم مافيا جميعي ستم مافيا لك حاميهم ولدك القاتل مش ممكن تتديم الدمقراطية الدمقراطية تحسبك انت الأول وانت عارف هذا الشي وموكش باغي تدير الدمقراطية لان الدمقراطية تحسبك انت الأول وجماعة تعال الجنرات اللي حاوليك وابنك وطلايبة وجماعة هذا اضعتك جماعتك والناس اللي هم في الحبوسات يتحسبون عن طرق محاكم مدنية كون جدي مدنية مشي ويكلوا ويكلوا وهذا كل موافقة المخابرات الفرنسية الشعب العارف رحفايق بك رحفايق بك لانك ماكش باغي تطلق الحكم لانك المئات الملاير الدولارات وتعذب الصحراء اللي كنت اديها الإمارات هذا اللي ماشي بخليك لانك انت ماكش آمين وماكش مثقف وماكش إنسان واعي لكن إنسان جاهل ويعرف غير الضراهم وماهموش مصلحة الشعب لان ليه يحب يبغي الشعب الجزائري ويعرف مصلحته يسمح فيه حقه يسمح فيه حقك وتروح لان ما تبغيش تخريب البلد لكن انت قادر تقوم في فتنة وحاولت تقوم في فتنة الشعب الجزائري لكن الحمدلله ما كانش تفريق على بين القبائلي لا بين العربي لا بين الزواوي لا بين تارقي لا بين المزعبي لا ما قدرتش وراك رايح بهذه المتود تعال الاعتقالات تعال الناس المناظرين اللي هما فوار غير باش تشوف الدرجة هذي إذا كانت تقدر تأسس فتنة 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 وطبق المادة سبعة وثمانية عسكرية مش مدانية الشعب رايح فايق بك شركة دير وراك زود كما نقول احنا في الله في الله لقد تزيد تمتم كي تكل حق الفوك سايتفاذ وكي تفاذ اروح انتاح لها بس ما كش تخمم ولي جماعتك ما مشي يخموك حاسبين الشعب ما هو شوائي الشعب قسم بالله لو كانت خلوه يمشي لبريزيدونس عشرين الف خطرة خير منكم بس كنتو ماركبت راهو غيتو حزبو الدرا ليتخونوا عمركم ما فكرتو تبنو مدينة صح عمركم ما بنيتو دولو مشروع سياعي صح سياحي صح يقوم البلاد اللي وقفهم ثم النهب 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 وحتى ما تساعدو الفرنسيين على النهب خيرات البلاد والاماراتي خيرات البلاد هذا اللي تقوموا به ما عندكمش حاجة واخرات دولو غير النهب هذا اللي بيتم قولها الخوتي السلام عليكم هذا غير ما يخص البؤامار أو كيفات تتم وعن طريق من ولماذا يعني هما يقومون بهذا احتقالات والسوجون والناس أبرياء وكل شيء غير بوواغ لا غير اكسنت على الشعب كيكون من بعد ويزودو يحتقلو ويزودو ويحتقلو فوزال يواغ دي توقع شوية مشاكل اللي يجعل الجبر بالستر إن شاء الله اللي يجعل الجبر بالستر ويحفظ الجزائر والجزائرين كلهم السلام عليكم